تفاصيل مع زميلنا رامي جبر مرسل القارئة الإخبارية من واشنطن رامي بعد التحية ما هي ردود الأفعال الآن في الداخل الأمريكي بعد قرار جو بايدن التنحي عن السباق الرئاسي مرحبا داما يعني دعينا نبدأ بسلسلة من ردود أفعال قادة الحزب الديمقراطي بدءا من تشاك تشومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وعراب الحزب الديمقراطي والذي قال إن بايدن أثبت اليوم أنه رجل وطني وأمريكي عظيم بحسب وصفه تشومر أيضا قال إن بايدن ليس أعظم رئيس أو ليس رئيسا عظيما فحسب ومشرعا عظيما فحسب لكنه أيضا إنسان عظيم ويبدو أن هناك تثمين من جانب معظم القادة الديمقراطيين سواء الحاليين أو الذين كان لديهم مناصب سابقة هناك تثمين من جانبهم للخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي وأنها تمثل إعلاء لمصلحة البلاد ومصلحة الحزب على حساب مصلحة الشخصية مثلما قالت تشومر أيضا إن قرار بايدن بالانسحاب لم يكن سهلا لكنه وضع مصلحة البلاد والحزب قبل مصلحته نذهب أيضا إلى رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي والذي قال إننا سلعن للأمريكيين قريبا عن خطواتنا التالية وعملية اختيار مرشح بديل لبايدن وهذا الآن هو ربما يعني لب الموضوع بايدن انسحب وانتهى الأمر بعد أن كان هناك جدل لمدة طويلة عن انسحابه أو بقائه خاصة الأسبوع الماضي هذا الجدل وصل إلى ذروته والتضارب وصل إلى ذروته حتى اتخذ بايدن قراره الآن من الذي سيخلف بايدن في الترشح سنجد أيضا أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية رامي هل تسمعني النقطة المهمة لعلها اليوم وفي هذه اللحظات رامي هي من سيخلف جو بايدن وهذا السؤال الذي يتردد لدى الجميع ولكن هل تتمكن فعلا كاميلا هارس من توحيد الحزب الديمقراطي خلفها لتترشح بدلا من جو بايدن كما هي تصرح الآن بأنها تسعى إلى توحيد الحزب الديمقراطي نعم بالفعل كاميلا هارس صرحت بذلك قالت إنها تتشرف بدعم بايدن لها وأنها ستسعى لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة خلال العملية التي تحدثنا عنها سلفا وعلنت عنها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي والتي أعتقد أن هذه العملية ستبدأ منذ هذه اللحظة إن لم تكن بدأت بالفعل وهي عملية إيجاد مرشح بديل لبايدن لاستغلال كل دقيقة متاحة من هنا وحتى انتخابات الرئاسة المقبلة في الخامس من نوبمبر الفترة قصيرة جدا يعني لمن لا يلاحظ أو لمن لا يعلم فإن نتحدث عن أقل من أربعة شهور هذه تعتبر فترة قصيرة جدا لأي مرشح رئاسي حتى يستعد ويتأهب ويقيم ويعقد الحملات والتجمعات الانتخابية لذلك يجب أن تبدأ عملية اختيار البديل على الفور من جانب الحزب الديمقراطي كمال هارس أيضا تحدثت عن أنها ستبدل كل ما بوسعها نعم رامي هذه المدة القصيرة إلى أي مدى تخدم المرشح الجمهوري اليوم دونالد ترامب يعني كما ذكرت وكما يعلم الجميع فإن الوقت قصير جدا ولم يعد هناك وقت حتى للاتفاق وخاصة بأن الحزب الديمقراطي غير متفق على شخصية بعد جو بايدن إذن لابد في البداية من اتفاق الحزب الديمقراطي على مرشح ومن ثم بدء حملة انتخابية إذن إلى أي مدى ستخدم المرشح الجمهوري في المقابل ترامب نعم ستخدمه كثيرا ودعينا نعقد مقارنة صغيرة جدا لدينا الآن مرشح جمهوري أعلن عن حملته الانتخابية وترشحه منذ عام 2022 أي قبل أقل قليلا من عامين كان لديه كل الوقت لحشد كل الطاقات وحشد كل الجهود والحصول على متبرعين لتمويل حملته في المقابل لدينا مرشح ليس معلوما حتى الآن من هو وإلى أي مدى سيستطيع إقناع الناخبين والمتبرعين بأن يمولوا حملته نقطة أخرى لدينا أيضا مرشح جمهوري يصطف خلفه الحزب الجمهوري بأكمله وللمرة الثالثة على التوالي الحزب الجمهوري اختار ترامب في 2016 واختاره في 2020 وهو يختاره مجددا في 2024 بينما لدينا على الجانب الآخر مرشح غير معلوم أيضا ولا نعلم إلى أي مدى سوف يتوافق عليه الحزب الذي بدى منقسما جدا خلال الفترة الماضية بشأن ترشح بايدن من عدمه وإذا كان هناك انقسام في الحزب الديمقراطي حول ترشح بايدن من عدمه فبالتأكيد سيكون هناك انقسام آخر حول ترشح كمال هارس على سبيل المثال أو ترشح مرشح آخر أيضا سيكون هناك انقسام إذن نحن نقارن بين حزب متوحد مثل الحزب الجمهوري وحزب منقسم مثل الحزب الديمقراطي نقطة ثالثة ترامب لديه إرث سياسي جيد الآن فقط هذه النقطة دام بعد إذنك ترامب لديه إرث سياسي كبير الآن اقتصادي خاصة في الفترة التي حكم فيها من 2016 ل2020 المرشح الديمقراطي الذي سيخلف بايدن الآن بالتأكيد ليس لديه الخبرة ونفس التجربة السياسية التي ستكون لديه إرث سياسي أي أنه سيكون بمثابة وجه جديد فكيف يمكنه أيضا أن يقنع الأمريكيين بانتخابه كل هذه النقاط في الحقيقة أصبحت الآن مأزقا للحزب الديمقراطي وأفضلية لترامب وللحزب الجمهوري نعم رامي حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم هو الاسم الذي يتردد في وسائل الإعلام الأمريكية وكما ذكرت منذ قليل بأنه واحد من الأسماء التي تتردد خليفة للرئيس جو بايدن ولكن هل سيتمكن من حصد وحشد الديمقراطيين وتأييد الحزب الديمقراطي للترشح خاصة بأن حملة كاليفورنيا كانت هي الحملة الأكبر لجو بايدن جافن نيوسوم يعني مثله مثل أي اسم آخر يطرح في كبديل الرئيس الأمريكي جو بايدن باستثناء كمال هارس وسأقول لك لماذا جافن نيوسوم شخصية مميزة جدا بين الديمقراطيين يعني حتى مظهره يبدو كمسؤول وكرئيس أمريكي ولكنه في النهاية ليس معروفا بالقدر الكافي لدى الأمريكيين هو حاكم كاليفورنيا ولكنه لم يكن قريبا للبيت الأبيض مثل ما هي كمال هارس لذلك تختلف كمال هارس عن أي مرشح ديمقراطي آخر في أنها أولا كانت موجودة على البطاقة الانتخابية التي اختارها الناس واختارها المندوبول مندوبول حزب الديمقراطي في الولايات كانت موجودة مع بايدن كنائبة له هي بالفعل نائبة له الآن وهي قريبة من المطبخ السياسي الأمريكي في البيت الأبيض قريبة من قرارات الرئيس وقد كلفها بالكثير من المهام خاصة فيما يخص ملف الهجرة وملف حقوق التصويت وملفات أخرى لديها تصريحات سياسية كثيرة ولقاءات بخصوص السياسة الخارجية والاقتصاد وأمور كثيرة هي يعني أقرب شخصية من بين المرشحين إلى المطبخ السياسي الأمريكي وللرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن يدعمها بشكل شخصي وأعلن عن ذلك في منشور كتبه على منصة X تحظى الآن بدعم الكتلة السوداء في الكونغرس الأمريكي تحظى بدعم واحدة من أكبر الجهات المانحة والمتبرعة للحزب الديمقراطي كل هذه أفضلية لهاريس على بقية المرشحين لذلك إذا ما خاض كل هؤلاء سباقا من أجل الترشح فإن هاريس هي الأقرب وإن كنا في النهاية لا نستطيع أيضا أن نتنبأ بما يمكن أن يختاره الحزب الديمقراطي في النهاية نعم أشكرك كل شكر رامي جبر مراسل القائرة الإخبارية من واشنطن ولكن تأكيد سنتابع معك كل جديد